موسيماني موسيماني في دورة الكاف برو عمل دورة اسمها الكاف برو تتعامل لأول مرة في المغرب أنا حقيقة هنا تعليق مختلف شوية لأنه مختلف عن اللي بيدور في دماغ الناس بعيدا عن مشاركة موسيماني وليه ما فيش مدرب مصري مشارك في هذه الدورة ولماذا لا يوجد مدرب مصري يسعى للحصول على رخصة كاب برو لما دورت في الموضوع وسألت عارفين ليه؟ عشان اتحاد كرة القدم المصري من 2018 تقريبا ما عملش دورات لمنح الرخصة ولا حتى فكر يتواصل مع الكاف عشان يعمل رخصة ده من الزنب المدربين قد ما هو زنب اتحاد كرة القدم يجب أن يكون هناك ترتيب لمثل هذه الأمور خلال الفترة القادمة فبعد رحيل فنجادة لا يوجد مدير فني للاتحاد وبالتالي محدش بيتكلم في مثل هذه الأمور من كام يوم بالمناسبة للاتحاد أعلى إن هو بيستضيف دورة الفيفا للمديرين الفنيين للاتحادات وإحنا الاتحاد مستضفين هذه الدورة وما عندناش مدير فني أصلا للاتحاد وما فيش سبب الحقيقة لتأخير إعلان اسم هذا مدير فني للاتحاد كرة القدم ما تجيب حد عندنا كوادر كتيرة جدا سواء شابة أو خبرات تقدر تتكلم وناس معهم أعلى رخص وكل اللي انت عايزه وتلاقيه تلاقيه سواء مصري أجنبي زي ما انت عايز وبعد كده نتحاسب لكن هو انت الغاية دلوقتي انتم أخرين الموضوع دا ليه عندك اهو هاني رمزي دا قيمة كبيرة جدا 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 ويا ما شفنا محمد عبدالعش ما حدش يقولك دا بيستغل في قناة الأهلي وأهلاك انت قال لأ كابتن محمد عبدالعظيم هو راجل كبير جدا وواحد من أعلى الرخص في تدريب في العالم وأسماء كبيرة جدا جدا لو عايز تخش بقى للناس الكبار الخبرات كابتن حلمي طولان كابتن عمر أبو المجد أسماء كبيرة جدا 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 كابتن فاتح نصير الناس دي تعلمنا منها كل شيء كل شيء هذه الأسماء الكبيرة جدا وانتوا ليه يا جماعة مستنيه لغاية دلوقتي أنا سمعت قرية التصريح لكابتن محمد بركاته عضو اتحاد كرة القدم من أسبوع عشر أو من كم يوم ثلاثة أربع تيام قبل مباراة المنتخب قال تشوى الله في اجتماع مجلس أدارة الجاية هنختار اتحاد او مدير فني للاتحاد ومدير فني للمنتخب الأولمبي أتمنى أتمنى أن ده يحصل خلال الفترة اللي جاء لأنه اتحاد كرة القدم لازم يبقى رتمه أسرع من كده شوي لازم يصحصح معنا شوي مش لازم تبقى لابسين الكلافاتات طبعا كلنا نفسنا نبقى شيك دايما وكل حاجة لكن نفسنا كده الأمور تمشي وتتحرك شوي حنوقف في ظهر كل الناس وحنوقف معاك وحنوقف في ظهرك وحنقول أدي أنتوا عاملين شغل كويس لما يتقامل شغل كويس يعني حتى ليه تحت كرة القدم ما فكرش حتى الآن أن هو يعلن عن دورات أخرى ليه ما فكرش أن هو يجيب دورة الكاب برودي عنده عشان يكون عندنا مدربين مصريين يروحوا طب حتى ما وداش ناس للمغرب حتى لو على يعني حتى لو على حساب المدربين الشخصي حتى الاتحاد ما أعلنش لم يعلن مفيش غير موسماني وشواءات مدربين مغرب حسين عموتة ووليد ريكراكيو ومدرب نهضة بوركان فلوران بنيجي الكنغولي وخلي بالحضراتكم ده استنساخ لتجربة بيتسو موسماني في نهضة بوركان واضح أن المغرب عاملة شغلة عالية في الكاف واضح على ذكر الكاف على فكرة أنا ما بقولش حاجة أنا بقول أن ده شغل كويس يجب أن يكون لك ظهر في الكاف أساس جمال علام وبقية ولده أساس خالب درندالي وبقية الأعضاء اللي موجودين من فضل حضراتكم حاولوا نتواجد بكوادر مصرية في الكاف لأنه القادم صعب جدا 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 لأنه هناك البعض بيحاول أنه هو يلف في الاتحاد الأفريقي كده ويحطه في جيبه ترجمة نانسي قنقر